هل تحب أن تربح قلوب الناس إذا أردت أن تصير مع أبناء مجتمعك نسيجا واحدا فتودد إليهم قال ميمون بن مهران التودد إلى الناس نصف العقل فالوداد صفو المحبة وخالصها والتودد طلب المودة والتواصل الجالب للمحبة قال بعض الحكماء القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة والتودد من صفات المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويتودد الناس إلى بعضهم بتبادل الزيارات والهدايا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وباحترام بعضهم بعضا فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يصفي لك ود أخيك ثلاث أن تبدأه بالسلام وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه وأن توسع له في المجلس ولكي تقوم الأسرة وتدوم العشرة بين الزوجين فعلى كل منهما التودد للآخر قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن ذر الوالدين التودد لأصدقائهما فقد لقي عبد الله بن عمر رجلا فسلم عليه وأعطاه دابة ثم قال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه فتودد إلى المؤمنين واحرص على محبتهم فإن ذلك طريق إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ترجمة نانسي قنقر